السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأن الكيف يحتاج وقت أطول الحقيقة من عرض الموضوع بإجماله أو ضرورة فأتوقع أنه سيسمح لي بضعف الوقت الذي أعطاه الدكتور فارد إنشاء الله أود الحقيقة أن أشكر إدارة الملتقة في مشكلة حيوي على اختيار الموضوع التشاركية تحديداً ونحن عندما نتحدث عن التشاركية هنا نتحدث عن شيء مستهدف وليس بشيء سهل يمكن الوصول إليه بخطوة واحدة إنما هي رحلة نتوقعها ولتقاطر حصل بيني شخصياً وبين مجتمع حيوي المدينة لا أعرف أن هذا المجتمع المتمين الحقيقة يعمل باتجاه تحديد هذه التشاركية التي ساعدت بإدارة الله تعالى كيفيةها ودكتور كنهاو ماهيتها بشكل كبير وزميني عبدالرحمن سيعرض الحقيقة المثال المجتمع الحيوي الذي يفعله هذه مجموعة من المحاور على أساس أن الوقت طويل جداً يمكن أن يصل إلى أربعين دقيقة ولكن سأحاول إن شاء الله تعالى أن أعطيكم فتو أصابنا العالم الحقيقي يتغير وتحدي هذه المتغيرات المتنونة سواء كانت سياسية، تنظيمية، مصادية، تكنولوجية الحقيقة تدفع لمثلنا وتدفع لأي مجتمع الحقيقة أنه أدابت معنا التغير أن يتكيّف معنا الخغير التكيّف الإيجابي الذي يستطيع أن يستكبروا في خدمة مجتمع في شكل أساس من الملاحب التغير الذي نلحظه الحقيقة من مواقع الدراسات العالمية نلحظ أن وجهات القطاع غير الرمش العالمي ثمانية وثمانية وثمانية للملاحبات غير الرمشية غير الرمشة هذا الدراسة نشر أن نشرت حديثة في 2018 في 2018 وفتحه في 2020 مثل على مشاعر كورو 51% من الملاحبات غير الرمشية تعتقد لا يمكن أن نصل إليه إلى أن حلة التغير لكن تعتقد الآن أن يجب أن تتغير صحيح أن هنا تؤدي أداء جديد للمجتمع ولكن يتظهر إلى أن المتغيرات القادم واحد 70% من المشاركين في نهاية الدراسة يعتقدون بأن الطلبات على خدمات المنظمات غير ربحية قد زادت المجتمع الآن أصبح أكبر تطلباً ويرى في الجهات غير ربحية فدرة وينظر ما لا يمكن أن تغد 80% من المانحين يعتقدون أن المهم تنسيق الموالد والإجراءات عن المانحين الآخرين تبدأت حتى الأبطاطع فمنحين أيضاً جوسمين بدأوا مرون إلى أن التشاوذي أو التنسيق على أقل تقدير أصبح مطلق بساسة 68% من المانحين بدأت تخطط لتشاركين في أيضاً البحث تقريباً من عام 2014 إلى 2015 هذا البحث قد يبحث عن ما هي الأدوات التي بدأت تنظر به الجهة غير ربحية على أنها أولوية في تصنيفها أضوال ما نطلع في التشاركية والتعاون بشكل أساسي كيف يمكن أن نتشارك والتعاون كان في رقم واحد من الألوات حتى سبقت يعني السوشيال ميديا وسبقت حتى التخليض السرطي الرؤية لما نتكلم عن واقعنا في هذا الوضع للطروح الرؤية أتت الحقيقة بأهداف رائعة وركزت على المظاهر الرؤية أتت بستة أهداف عامة تقسمت على سنة عشرين هدف رئيسي سنة عشرين تحولت إلى ستة وتسعين هدف تفصيلي تم تحقيقها من خلال حد أشار البرنامج هذه البرنامج هي برنامج واحد منها برنامج التحول أحد أبعاد هذا البرنامج هو تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير الكطاع الربية في أهداف هذا المعجب مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تبكين نسبة المساة من المنظمات الربحية في الناس المحلي نسبة النمو في عدد المنظمات الربحية نسبة المنظمات الربحية المتخصصة في دعم الأولويات التنموية نسبة العاملية في التطاع الربحي وأيضا نسبة الانفاق التنموي لإجمالي انفاق التطاع الربحي رضا مستقينين بالتنمات المنظمات الربحية الجميلة المنظور أن رؤية ترى أن هذا لا يمكن يتحقق إلا من خلال التشارك ولذلك حاولت أعوى زملائي أن نجمع بعض الألفاظ التي أتت في ذلك في معرض هذا الوعد وجبناها كالتالي نمدجة وتجهيز وإسناب الخدمات يرونها لا تتحقق إلا من خلال الشراكة النمدجة أيضاً في إسناب الخدمات العالي اجتماعية يجب أن تتم من خلال المؤسسات بالشراكة مع الوزارات والقطاعة المؤسس إسناب الخدمات القطاع الربحي المهم أن يكون من خلال الشراكة الشراكة مع قطاع الربحي لزيادة التغطية لفض الشراكة الحديثة تكرر عدة درات الدليل على أهميته بشكل كبير ولا يمكن الحديثة أن نتحدث عن الوطن بهذه المساحة اللغافية بهذه الطموية بمثل هذه الرقية بهذا العدد أيضاً لا يمكن أن يتم هذا إذا نظرنا إلى أن كل جنة أو كل قطاع حتى القطاعات القطاع الحكومي القطاع البيزنس القطاع الربحي لا يمكن أن محاقة طوية مثل هذه حقيقة بالعمل بشكل مثل في داخل قطاع الربحي بتنور أيضاً فئاته نحتاج إلى نوع من هذا القطاع الذي نريد أن نصل فيه إلى مستوى التشارك الحقيقة هو تطور الأعمال في قطاع من الواحد المجتمعي إلى عام الجماعي إلى عام المؤسسي نحن في المسارات نتوقع أن القادم هو عام التشاركي المرحلة جديدة في ذات التقايا الربحي يريد أن يرتقي التقايا بعد المؤسسي نتوقع أنه سيرتقل للتشاركي وهذا يطلق مجموعة من التطلقات التي يجب أن تتحقق في هذه المناطقات لا نقص بأحد من المناطقات لننصول إلى منافق متبادلات أو نحقيق مصالح مختركة من هذه المناطقات لتبادل من المناطقات مجموعة من المالحيين مجتمعين حول رؤية مشتركة وهذه نقطة حاسمة بالموضوع رؤية مشتركة وموارد ومشطة لدعمة المناطقات حتى يمكن أن يهتم بالنقطة بالموضوع الآن الحد الأدنى التي يمكن أن نقول أن التشارفية حققته أو أنت تنظر باتجاه هذا الحد الأدنى أن يتوفر في العمل المشترك بشكل دائم مشاركة للمعلومات وتعظيم الموالد وترى على فكرة تعظيم مشاركة المعلومات أصعر وأكثر تحدي من تعظيم الموالد واحد من التحديات الأساسية في القطاع غير الربحي للتشاركية هي الثقة والضغط في الاستعمال ولو لاحظ الرسل هنا مع الزمن لهذا الاتجاه تبدأ الرغم في الاستحوار تنخفض وتزاد الذكر فإذا أردت أن أصل إلى هذا المستوى أحتاج لي أبدأ في ممارسة التشاركية بمستويات المختلفة حتى أستطيع أن أخفف من التحدي الأساسي هناك تحديات مقاوفة التشاركية ويمكن يهم الجميع حتى القطاع غير الحكومي القطاع المشرك والمقاوفة الربحي لا يوجد قوة طبيعية أصبر عندنا تضغط بالتجاه التشاركية لا يوجد طالب الجهات عموما أنه تشارك وهذا قد يكون طبيعي لأن المرحلة نازلنا في مرحلة انتاج المؤسسات مرحلة انضاج المؤسسات في الامل التشاركي يكون خطوة ومجموعة من التحديات التي أعتذر تشاركة 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 مرحلة مرحلة فقد الاستقلالية بالتحكم وكذلك الخطار مستوى الاعتراف والتقدير كنت أول أعمل عمل كجمعية أو كجهة الربحية وأوار شعاري والناس تصفق للجمعية وأمام الجهات الراعية أنا الجهة التي حققها ثان يجب أن يكون عندي أخوة التشاركة يكون عندي الاستعداد أن أشارك هذا الاعتراف في أقل تأثير من الصعب الحفاظ على مسؤولات أهل الشرف قد يكون التنادرات من الصعب تأثير مطبط أحيانا أحيانا بعض الناس للأسف يفقد الحماسة لنغيروا يشاركه وهذا يعني يمكن يكون التحدي خفي في داخل قيادات بعض الجهات سواء تانا الجهات غير ربعية أو حقوبية هذا القياس أولي لكن هذه الأسئلة إذا جبت عليها بنعم أو أغلبها فجهتك قادرة للتشاركية أو أقرب للتشاركية كلما كانت النعم أكثر كلما كنت أقرب أكثر للتشاركية لعلهم يعني من أحب أن يعني أقل على الورقة الأحيان فهذه النقطة مهمة حقيقة أن تندي أفهمتها كيف أتموض ما هو التنوكل الصحيح بالتشاركي والحقيقة عشت مع بعض الجهات خصوصهم في السنوات الماضية قابل أشهر سنين أو أكثر قابل أكثر أن تتشارك فأنت أول شيء يأتي لأخبرك 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 هذه الصورة هي صورة غير صحيحة وتختزل مفهومة التشاركية ولا يمكن الحقيقة بطبيعة الحال أن نصل إلى تشاركية تحقق المعادة التي ذكرتها الدكتور خالد ابتداء إذا استطعت أن أختار على الأقل واحدة من هذه التموّعات تكون التشاركية تحقق تنمية مقصودة لدات المجتمع أن إذا تطلب الوضع أو الأحداث فعلا المزيد من الاستجابة مثل ما حصل عندنا في جدة قبل سنين تذكرون السيون التشاركية هنا أتت في تموّع صحيح لأنهم استجابوا إلى حدث كان فيه تحدي فالتشاركية هنا أتت لتكون حلاً تنموياً أو حلاً يواجه الحد إذا دعمت تضيّر عالجت مشكلة تحتاج المزيد من الموارد أناجد جهة لا أستطيع أحتاج جهات أخرى منه هذا التموّع الممتاز التموّع الثالث يساهمك بإعجاب فرق دائم وليس فرق مؤقت إن تكون التشاركية الأقلية الأخير إذا عالجت مشكلة من زوايا متعددة لتجمع أنت تعالج من جهة وجهة أخرى تعالج جهة أخرى أو زاوية أخرى فتكتم العلاج للقضية بشكل كبير عوامل النجاح لتشاركية هناك مستوية المستوى العلاقة بين الجهة والتشاركة تتفق على المبدأ علاقات التصالب مفتوح تعترض من الشركاء بالتاريخ والنجاحات وكذلك الاعتماد على المنوات المخدمة من الجهات أكثر من مصابلات الأخرى يعني ثقة أن نبني ثقة للأخرى على مستوى التمثيل حوكمة توافق صريحة على القيام الاستراتيجية وطياس الأثر والشركاء لطاق زبني معرف توافق على السرية وعالية اتصال لاحظوا هذه الأعمال لا يمكن أن تبتل بوضع الموضع عليها أخرى ولا حتى الآن هذه أشياء تحتاج إعداد وعمل وتختير لا أصدقم على التشاركية ضمن حينما ترى أننا سألون التشاركية مع الدكتور نقول هذي أيها المستويات وسأذكر مجموعة من المستويات التي نستطيع أن نبدأ بها في حال أطاني الدكتور كيف نقيس نجاح التشاركية بأروايا هل التشاركية خدمت الاحتياجات التي يخدمها الشركاء وهل التشاركية حققت النتائج التي اتفقنا عليها أو النتائج التي وعدنا في المجتمع هذا حقيقة ممتاز لتحديد ما إذا كانت الشاركية نجحة يا إلا، هناك مجموعة من النمالج هذه النقطة الأساسية في الوقتة هناك مجموعة من نمالج وبالتحديد أن أظهر هذا النموذج خاصة ملنطبات غير الربحية تحديدة هناك نموذج آخر خاصة للجهة المانحة وإنما أعملت في الملتقة المانحية أقرب أربعة أشهر هذا يوجد نموذج خاصة بلنطبات غير الربحية تحديدة هناك مجموعة من الأشكال إما أن تكون ألف وباء هي جهات جهة ألف جهات كبيرة الأول أن يكون اندماج متكامل تتحول ألف وباء إلى جهة جديدة نسميها مثلا ألف وباء اندماج جزئي يعني ما زالت هوية ألف وباء موجودة ولكن هناك كيان جديد ومشترك مكتب البرانات المشترك ألف وباء يخدمون نفس الشريحة وبنفس الخدمات فيكون هنا الاستهداف التنوبر لأنه الطلب ضخم وأنا الحالي ما أقدر أسويه لكن أنا وجميع أخرى تقدم نفس النشارة ونفس الشريحة سنتساعد لتقديمي الرابع ترجمة نانسي قنقر فيما أنه مجتمع حيوي المدينة الأخير هو يمثل مجتمع حيوي المدينة مظلة واحدة تجمعنا مجلس يجمع مجموعة الجمعيات أو الجهات الحكومية والجمعيات إحنا تحت مبلة واحدة سميناها مشتمع حيوي ونعمل للاستراتيجية واحدة تنموية تخدم قطاع أو مدينة أو منطقة هذه مجموعة من نمامج أخرى ونحن أحيله لا يسأل ذلك تركيز تركيز هناك مستوىياتنا التشاركية نستطيع أن نبدأ كبداية بالتواصل هذا مستوى أولي ليس عنده ضرورة أن ننفذ المستوى الأخير حرية في تحديد الأدوار أنا أقدم كلا وأنت أقدم كلا فواصل محدود ليس كبير حوار وتفاهم غرض أن تبادل مع المقص هذا المستوى الأول تبادل مع المقص وهذا والله الحمد فيما كعنصر محايد جنس شارية أراهم موجود بشكل كبير وراهد خصوصا في اقتطاع غير المقص النوع كذلك التعاون ضرر للرسمي قصير المدى لا يوجد هيكل أو تخطيط ما هو مؤسسي لكن في حتياجات أن أبغاهم بك وانتقاها مني كيف يمكن أن أتبادل هذه المناثر من الاحتياجات الثالث التنسيق التنسيق يعني هناك جهود فيها تخطيط اللي قبل لا حسب الاحتياج نسيط من الرسمية فهم مشترك للمهام أنا نرفت كيف تعمل وأنا كيف أعمل وكيف يمكن أن نركز على جهود طويلة المدى ونشارك المصادر للمشكل المشكلات وندمج قاعدة الموارد أبدأ أعرف أنت كم عندك من الموارد وغير تمندي بشرية مادية وغير فكرية الرابع هو التحالف كل شيء هنا مستوى أعلى نتبادل الأفكار ونستعد لسحب الموارد من الأنظم يعني فيه سيستم بينه وأقدر آخر الموارد بيه من السيستم المشترك بينه وهذا النموذج الذي يبني عليه تقريباً مجتمع شديد الأصل لأنه يهدف أن يصل إلى هذه الدرجة والدرجة التالية هي التشاركية التشاركية للأخير علاقة دائمة في هيكلة مجتمع حيوي عندنا له هيكلة خاصة ولا أريد أن أدخل هذا الزميل لأخذ أخمان كيف يشرح ذلك؟ لكن فيه مخاطر أكبر لأننا نعمل بالتجاه وفيه لأننا كيانات أصل في كل نسبة لها ونحقق رؤية مشتركة مجتمع حيوي عندنا المدينة له أوروبيا مشتركة معايير بالتأثير لأنه زي الله مترابط للمناقف هذا في الواقع أكثر تفصيلاً بمستويات الشراكة بناءً على المتحدث والبناء والعمليات الجرائية المتطلقة في كل مرحلة لكن هذا يريح كل مؤسسة أنوية يعرفت موضوعها وأيماً ما المستهدف لنا كيف أبدأ هذه المجموعة من الفضواء أبدأ الشركاء أحقق أسئلة لا تكتمام مناقشها أختار النموذج مناسب من النموذج السابقة وعندت المخرجات المتوقعة ما الذي نهدف له حدد مستوى الاتزام لأنه نلتزام نحن محسنين ولكن بيننا نلتزم بعدين أتأكد أن هناك قواعد وارحة هناك أيضاً دورة للتشاركية لعلمة التجمع فيها أخيراً الإنسان ينمو وينضج المنظمات أيضاً كالإنسان ينمو وينضج التشاركية الشريعة سما للمنظمات الربشية الناضجة التي تحمل هم القضية وتعمل من أجهة وهم المجتمع إذا كنت تريد انتصم بسرعة فامضلوا محدد إذا أردت أن تذهب عيداً وتعرض المناهج من نتائجك فالمذهب سوياً أشكركم وأعتبر الحكم لأنه طالب شكراً 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 المجمس أمجد أمجد يستخدم المعارض في التقاح يأخذون وقت أكثر لكن لعلنا نتحرك الوقت التالي ترجمة نانسي قنقر